أهلاً وسهلاً بيكم النهاردة هنتكلم عن عملية شائعة في عمليات الأذن هي عملية ترقيع طابلة الأذن إيه اللي بيتخلينا نفكر إن المريض ده محتاج ترقيع طابلة الأذن إنه عنده ثقب في الطابلة أسباب الثقب ووسائل علاجه وبتفاصيل موجودة في فيديو مستقل ولكن باختصار هو ممكن يبقى مريض تعرض لإصابة أو خبطة على ودانه قدت لثقب مريض جاله التهاب في الأذن أدى لوجود الثقب والالتهاب ده كان شديد شوية ومخفش بالأدوية أدى لوجود ثقب في طابلة الأذن نبتد نتكلم بتفاصيل أكتر على عملية ترقيع الطابلة عملية ترقيع الطابلة بصورة عامة هي ممكن يتم إجراءها بتخدير كلي وممكن بتخدير موضعي في أغلب الحالات بنرجع للتخدير الكلي ولكن المريض اللي عنده مشاكل في التخدير الكلي بنضطر نعملها له بتخدير موضعي طيب بالنسبة للعملية ترقيع الطابلة إزاي بنعملها عن طريق فتحة خلف الأذن ممكن نعملها بتبقاش بينها خالص بتبقى خلف طابلة خلف سوان الأذن ممكن نعملها بالمنظار من داخل قناة الأذن وفي الحالتين ما بيبقاش الجرح ظاهر بعد العملية بالنسبة للرؤعة المستخدمة ممكن نستخدم رؤعة غضروفية من داخل الأذن أو رؤعة غشاء مغطي بعض العضلات اللي داخل الجرح زمن العملية بيتراوح من ساعة لربع لساعة وربع تقريبا المريض ممكن يراوح بيته في نفس اليوم بعد العملية المريض طبعا بيحس بألم ولكن مش شديد مكان العملية ممكن يحس بشوية دوار بسيط وبحس إنه ودنه مزالت مكتومة والسمع فيها مش قوي إلى أن يتم التقم الرؤعة أو النسيج اللي احنا حطينه مع باقية الطابلة بتدي المريض بعد كده يحس إنه سمعه وابتدى يرجع لطبيعته في خلال هذه الفترة ممنوع منع باتة من المريض إنه أي مية تخش داخل الأذن ممنوع أي حاجة تؤدي لتغير الضغط داخل الأذن لحين التقم الرؤعة يعني ما يحاولش المريض ينف أو يضغط كده جامد ما يحاولش المريض لو جاله عطسة أو حاجة يحاول يفتح بقه ما يحاولش لو جاله أي التهاب في الأنف يحاول يعالجه بسرعة دي من أهم التعليمات اللي بعد العملية وفي خلال من شهر إلى ثلاث شهور بيكون الرؤعة دي التقمت بنسبة نجاح عالية قوي خصوصا إذا كان الصغب حجمه مش كبير والمريض سنه مش كبير قوي فبالتالي بيكون نسبة التقام الرؤعة بنسبة جيدة والمريض بيبتدي سمعه يتحسن والصغب مقفول فبالتالي ما فيش عنده أي مشاكل في نزول المية أو استخدام المية بعد العملية لما نطمنه أن الرؤعة التقمت دمتم سالمين